في اللحظة اللي كانت استوديوهات مارفل تخطط لأعمالها وتحط استراتيجيات واضحة لعالمها السينمائي وتبني عالمها وتعرف بشخصياتها وأبطالها وتحطم أرقام قياسية وتحصد أرباح خيالية وتلقى تقييمات ومراجعات عالية في نفس اللحظة هذه يا جماعة دي سي كان عندها شوية لخبطة والصورة خلينا نقول تقريبا غير واضحة لمستقبل العالم السينمائي تبعهم من فيلم إلى فيلم من بطل إلى بطل هذا ينجح هذا يفشل هذا يضرب هذا ينضرب شيل هذا حط هذا صلح هذا وخرب هذاك واللي يقهر أكثر أن اللخبطة هذه حاصلة لدي سي مو لأي شركة بسيطة مو لأي شركة تافهة دي سي دي سي شركة قوية ولها سمعة يشهد لها التاريخ وعندهم حضور قوي جدا في عالم الكوميكس من أكثر من خمسين سنة وكمان ماشي أمورهم في عالم المسلسلات والأعمال التلفزيونية حتى الأنيميشنز تميزوا فيه بطريقة ما تميز فيها غيرهم فضلا عن أنه عندهم شخصيات أشهر من نار على عالم مين ما يعرف سوبرمان مين ما يعرف باتمان مين ما يعرف الجوكر تقريبا أشهر شخصيات كوميكس في العالم موجودة عند دي سي شخصيات من يوم طلعنا من بطون أمهاتنا وإحنا نعرفها والعالم كله يعرفها سوي أي فيلم لواحدة من هذه الشخصيات واخسر عليه مئات الملايين أو أكثر من مئات الملايين والطمن رح تحقق أرباحك وتكاليف إنتاجك بالراحة إمكانيات كبيرة عند دي سي ما هي موجودة عند أحد غيرها ولكن للأسف ما هم جالسين يستغلوها بالشكل الصحيح تماما الوضع أشبه بأن يكون معاك كذا سيارة مزيراتي قلنا مزيراتي يا جماعة بس منت عارف تسوقها تخيلنا كراكب هذه السيارة محرك هيكل فخامة رفاهية سرعة وأول ما تركب داخل السيارة تعطيها وضعية عيش السالفة مصيبة صح دي سي عندها كل الإمكانيات اللي مفروض تخليها تنجح في العالم السينمائي بس عندهم مشكلة في عمليات توظيف هذه الإمكانيات بالشكل المناسب بس خلاص الكلام هذا أصبح من الماضي لأن دي سي في الأيام اللي راحت يفترض أنها تعلمت دروس كثيرة يفترض أنها تعلمت من أخطائها وفهمت أن كل اللي يحتاجوه علشان ينجحون ويرتقون بعالمهم السينمائي هو شوية تركيز وشوية أصالة أصالة يعني شيء أصل يا جماعة نحا قد أشرح لكم كل شوية يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه باتمان مين ما يعرف باتمان الفارس الذي لا يهادن الشر من كفه انطلق مثل بارق مر عبر الطريقة نحو الحق الزبدة أن شخصية باتمان شخصية معروفة جدا أنا شخصيا سألت أمي قلت لا تعرف باتمان قالت هي ويا ولدي مين ما يعرف باتمان سألت عامل البقالة الهندي قلت له تعرف باتمان قال شخصية أشهر من نار على العالم شخصية يعرفها القاصي والداني الشرقي والغربي وإن ما عرفوها باسمها بيعرفوها بشكلها لا محالة وأي فيلم ينزل لشخصية باتمان معظم العالم بيتحمسوله وسواء فشل أو نجح الفيلم في التقييمات والمراجعات في كل حال الفيلم عادة راح يحقق إرادات عالية أو على الأقل راح يغطي تكاليف إنتاجه إذا كان فيلم مرة سيئة لأن العالم يحب باتمان كلنا نحب باتمان حتى اللي ما يحب باتمان يحب باتمان كذا بطريقة اللي ما يحبوه واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة في العالم واحدة من أقوى شخصيات السوبر هيرو وصح أنه مو سوبر هيرو بل أقرب إلى كاش هيرو بس يب الولد قوي كل مقيمات النجاح اللي تحتاجها دي سي موجودة في هذه الشخصية وعلشان توصل لقمة النجاح وتخلي هذه الشخصية أو أي فيلم من أفلام دي سي الثانية ينجح في العالم السينمائي تحتاج دي سي زي ما قولنا شوية تركيز بس والتركيز هذا ما يكون يعني يجيب فلوسه يلا توكل على نو لازم توظفون الشخص المناسب سواء كان هذا الشخص المناسب كاتب او مخرج او ممثل اذا وفقوا بين الثلاثة هذه وركزوا في خياراتهم وسابوا الاستعجال والعجل اللي ما منها فائدة من الان اقول لكم الف مبروك you made it ويعيني كمان لو يركزون على الاصالة في الطرح حاجة اصلية يا سلام ويروحوا يقلدوا لي مدرمين ويعملوا لي الحركات اللي ما لها لزمة تقليد ما ينفع او محاولة الخروج عن الطابع المظلم الخاص بعالم دي سي مرة ما ينفع يمكن فاكرين دي سي لما حاولت تتنافس مع مارفل قبل فترة ايش راحوا يسووا دي سي راحوا ينفسوا مارفل باسلوب مارفل خطأ فادح خطأ كبير لكن بمجرد ما عالجوا هذا الخطأ ايش اللي صار عزيزي الوجيه قولي ايش اللي صار بالله طلعوا بنتيجة جدا قوية وفجرت العالم كله واقصد بالنتيجة هذه فيلم جوكر اللي نزل عام 2019 فيلم سبب ضجة واخذ سمعة كبيرة في العام الماضي وترشح لحوالي 11 جائزة اوسكر وفاز بجائزتين منها فيلم جوكر يا جماعة كان بمثابة الانفجار الكوني لعالم دي سي الجديد او العالم القادم او الخطة الجديدة فيلم جوكر كان فعلا حاجة اصلية لدي سي 100% شي نقدر نقول عنه ايوة هذا الفيلم يمثل عالم دي سي عالمك سوداوي ايوة دي سي قدميه على انه سوداوي سيبوكم من النكت سيبوكم من التقليد ادفعوا فلوس ارفعوا ميزانيات افلامكم احترموا قيمة شخصياتكم وكتبكم والمصورة اللي لها تاريخ من قبل ما انا والجيل ذا كله يتولد وظفوا الناس الصاحية واللي شغفها صناعة الافلام ومجرد جيبوا لي شخص يبغى فلوس ويقول لكم يلا مع السلامة وطزفي فيلمكم كل الحب ليستجهات دي سي وجمهور دي سي طبعا الكلام هذا مو مقتصر على باتمان بس انا ضربت مثاله وصلطت الضوء على شخصية باتمان لانها موضوعنا هذا اليوم كل افلام دي سي لو اخذوا نصيبهم من التركيز رح تكون سلسلة يا لطيف انفجارات رهيبة ورا بعض بتصير والعلمكم يعني في حال كان عندكم هذا التساؤل انا كوجيه صراحة ما يهمني من احسن مارفل ولا دي سي ولاني منحاز لا المارفل ولا الدي سي كل اللي يهمني ان يتابع افلام تخليني استمتع فيها واخرج منها وانا مبسوط بس هذا اللي يهمني الهبد حق الفرقة الانتحارية وهارلي كوين والخربط اللي صارت في بعض الافلام وقلة الادب اللي صارت مع العم سنايدر اتمنى ان انا معاد نشوفها مرة ثانية وكلنا امل فيكم يا وارنر برادرز طيب خلونا نتكلم عن فيلم باتمان الجديد وليش المفروض نتحمس له او ليش انا بالتحديد متحمس له يمكن معظمكم شاف التريلر تريلر مرة كان بطل مرة رهيب تابعته مرة ومرتين وثلاثة ما نعرف كم مرة تابعته بس تبعته اكثر من مرة عشان اخذ فكرة عنه فعلا خلاني احس انه قدامنا شي واعد ومميز خلاني اقول من جواتي ياب هذا هو دي سي هذا هو العالم الحقيقي لدي سي اسود فاسود احمر فاحمر تريلر من اول و الاخر وما بين هذه اللونين حتى باتمان واضح عليه الجدية كذا والحزم واضح عليها الغضب واضح انه باتمان باتمان لدرجة واحد سأله في التريلر اه قال له انت مين انا يقدر يقول انا باتمان ويختفي فجأة زي دايم ولكن لا الموضوع معاد فيه مزح وضرافة يا عيوني اعطاه مربع مربع مثلث مربع مربع مثلث دائرة اكس مثلث لطم وتلطيم اليهن خلاه يبوس الارض وقال له في النهاية كل هذا علشان بس سألوا مين انت اجل لو كان بينهم شي شخصي انا ماعرف اش كان بيصير صراحة وعلى طريق ام فينجينس ترى اسم الفيلم كان مفروض يكون فينجينس مو ذا باتمان ولكن غيروه في لحظة ما ما اعرف ليش ولكن اتوقع لأسباب تسويقية برضو في التريلر لاحظنا صوت ذا ريدلر في الخلفية واحد من اجمل الاشياء اللي في التريلر يا لطيفي السوداوية يا لطيفي الظلام اسمعوا الصوت بالله اسمعوا ديم حماس صح الآن سوداوية نكهد عنف قسوة يوا يا حبيبي هذا هو دي سي كمان البطريق او ذا بينجون صح انه ما ظهر بشكل كبير في التريلر وممكن نشوفه في الاعلانات القادمة بس على اقل شفنا كيف الميك اوب وكيف الشغل اللي عاملينه على الشخصية واضح عليه من شكله انه معاه مصيبة في الفيلم في شغل يا جماعة في علوم جاية بس انتوا تفاعلوا خير طيب وكاتومن يا وجيه هش بنانزيتا ولا كيف والله يا جماعة كاتومن ما معني عارف صراح ما دري هل هم توفقوا في الاختيار ولا لا لكن يعني فعلوا خير التريلر مرة كويس ويقول خليكم متفائلين طيب زي ما قلت في البداية علشان دي سي تخرج بفيلم كويس ويكون قد تطلعات الجمهور لازم ان دي سي توفر الكادر المناسب لهذا العمل او اي عمل قادم لدي سي وهذا الشي دي سي نفذته مع فيلم باتمان القادم كتاب الفيلم عندنا هم بيتر كريغ ومات ريفز اللي هو برضو المخرج تبع الفيلم بيتر كريغ يا جماعة له اعمال قوية ومهمة سبق وشارك فيها مثل فيلم الدراما والجريمة The Town والجزئين الاخيرة من سلسلة The Hunger Game وبات بويز اللي نزل في الفترة الاخيرة ومات ريفز اللي هو المخرج برضو كتب الجزء الاخير من سلسلة Planet of the Apes فيلم ممتاز جدا وبرضو اخرج اخر جزئين من سلسلة Planet of the Apes كلها كانت قوية يعني جزئية الكتابة والاخراج للان مطمئنة وتبشر بخير برافو يا دي سي برافو يا Warner Brothers اما بالنسبة للموسيقى التصويرية رح تكون للملحن الكبير مايكل جاكينو يا جماعة هالانسان كتب ولحن اكثر من 140 موسيقى تصويرية لافلام مرة مشهورة زي ستار تريك جوجو رابت ميشن امباسيبول جيراسيك وولد دكتور سترينج واعمال كثير ثانية لديزيني من افلام حية او انيميشن يعني برضو جزئية الموسيقى التصويرية مطمئنة وتبشر بخير برافو عليكم يا دي سي برافو عليكم يا Warner Brothers طيب تعال على السينما فوتوغرافي رح يكون خلف الكاميرا المبدع كريغ فريزر نسوي اعرف وانا ووجهي المبدع ها صراحة ما اعرفه ولكن بحدث في بروفايله لقيت انه شارك في اعمال مرة كبيرة زي ستار وورز والفيلم المنتظر دون والفيلم الاوسكاري للممثل كريستيان بيل يعني برضو جزئية السينما فوتوغرافي مرة مطمئنة وتبشر بخير واللقطات اللي شفناها في التريلر تثبت لنا هذا الشي هذا كلكم وفريق التمثيل القوي واللي كمان مفروض يخلينا نتحمس للفيلم اكثر واكثر عندنا شخصية باتمان رح يقوم بدورها المبدع روبرت باتنسن اوكي انا عارف انه في ناس ما هم مؤمنين بهذا الانسان وانكانياته وعندهم شك انه ما هم مناسب للدور ولكن صدقوني الولد جدا موهوب واداءه في فيلم دا لايتهاوس وتينيت وقوت تايم يشهد له واللي تابع هذه الافلام كلها او واحد منها بيعرف انا قاعد اتكلم عن ايش الولد موهوب يا جماعة وانا متفائل جدا انه بيكون قد الدور اذا ما تم كتاب الدور بشكل صحيح اهم شي شوفوا وجهه في هالمشاهد وبتعرفون ان الامور طيبة حتى الصوت ما بالغه في تضخيم وهالمرة شي اقرب للطبيعي شي منطقي فالو خير بس هيعجبكم روبرت برضو عندنا ممثل باول دانو في دور ذي ريدلر الولد هذا برضو لا تستهينوا فيه تعطيه اي دور سايكو اي دور لشخص مضطرب نفسي وغريب اطوار وما لكم الا اداء يبيض الوجه ما لكم الا حاجة تخليكم تصفقوله ولد موهوب ولعيب ما ينخاف منه اسمعوا كيف ضبطوا صوته مرة ثانية بالله وعندنا برضو الممثل كولين فارل بدور ذا بينجوين او البطريق ما يحتاج اقول لكم قديش هالانسان لعيب وممثل كبير يعرف يعطيك الطابع الجري والجاد ويقدر يدمج ما بين الكوميديا والجدية بنفس الوقت في ادواره بشكل جدا رهيب والممثل اندي سيركس بدور الفريد ممثل كبير وله اسمه والممثل جيفري رايت بدور المحقق جيمس جوردن مرضو ممثل ممتاز ما شفت له ادوار كثيرة حقيقة ولكن اعجبني دوره جدا في مسلسل وستورد بدور برنارد يب ممثل كويس اختيار كويس واخيرا الممثل زوي كرافتز بدور كات وومن عالتدرون انه ليدي قاقا كانت مرشحة للدور يب ليدي قاقا كات وومن صدق او لا تصدق كده جماعة نقدر نقول ان دي سي ضبطت الفيلم من اهم النواحي مخرج ممتاز فريق كتابه ممتاز فريق التصوير والموسيقى التصويرية من اقوى ما يكون وفريق التمثيل برضو من ارواع ما يكون باقي علينا بس ننتظر النتيجة وانا متفائل جدا بهذا الفيلم واتمنى فعلا انه يكون حاجة تكسر الدنيا ارجوكم يا دي سي ابغى ارجع بعد سنة لهذا الفيديو واقول تفاؤل كان في محله طيب بالنسبة للقصة تبع الفيلم مثل مصرح المخرج مات ريفز القصة بتكون مستوحاة بنسبة كبيرة من سلسلة القصص المصورة اللي كان عنوانها باتمان ذا لونغ هالوين واللي صدرت ما بين العام 1996 والعام 1997 وحصلت السلسل على مراجعات مرة ايجابية في هذه الفترة واللي يهمنا من هالحكاية او من هالكوميك بالتحديد انه في هذه السلسلة تم تجسيد شخصية باتمان فيها كشخصية مظلمة ومخيفة وتعيسة وتسعى للانتقام شخصية مليانة غضب وسوداوية وفي نفس الوقت شخصية باتمان في هذه السلسلة تم تقديمها على انها شخصية لسه جديدة على مدينة غوثم شخصية لسه ما حد يعرف عنها الشيء الكثير ما كان معروف عند الناس انه الفارس الذي لا يهادن الشر لسه الناس خايفة منه او يجهلون مين هو او ايش اهدافه هل هو كويس هل هو شرير مين هذا الله واعلم يعني لسه في بداياته كباتمان ويمكن شفنا في الاعلان الاخها المسكين اللي ضرب وضرب مبرح الانواساة في الارض سأله انت مين ما كان يعرف مين هو باتمان مين ما يعرف باتمان يب وقتها ما كان معروف باتمان وهالشي يوضح لنا انه فعلا باتمان في هالفيلم لسه في بداياته وما حد يعرف شيء كثير عنه حتى شخصية كات وومن من لبسه واضح انها لسه جديدة على هذا العالم او في بداياتها لابس شراب مقطوع على وجهها مدري قبعة حتى الجزمة تبع باتمان تشبه جزمة اللي شريتها من سوق البلد يعني الوضع لسه بسيط ما في تكلف ما في تطور الجماعة لسه في بداية مشوارهم الفيلم راح تكون ميزانيته حوالي 180 مليون دولار امريكي رقم كبير نعم بس برضو برافو عليكم يا وارنر براذرز واصرفوا فلوس يا حبيبي هذه الثقة ولا بلاش وعلى ضمانتي وضمانة الجمهور صدقوني راح يحقق الفيلم اضعافها ارى لا تشيلهم اما الموعد المحدد لعرض الفيلم هو 1 اكتوبر من العام القادم 2021 يعني لو انت مر فضولي وتبقى تعرف عدد الايام تقريبا 360 يوم وزيادة سنة ادري مشوار لكن معله لا يعمل تمشي الاهلا نكونوا صنا نهاية الفيديو شاركوني اراءكم حول فيلم باتمان القادم متوقعتكم بشكل عام للتوجه القادم لعالم دي سي واذا في اي ملاحظات او معلومات تحبون تضيفوها للفيديو يسعدني جدا قراءتها في التعليقات لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب لو اعجبكم الفيديو طبعا او فعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديهاتي اول باول كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم